من درعة عبر الأقمار الصناعية معي مراسلنا محمد الحوراني محمد مساء الخير بعد هذا استعادة حوش حماد وطرد التنظيم منها كيف هو الوضع الآن وكيف يسعى أيضا جيش الحر لما بعد طرد داعش من ناحية تأمين هكذا نقاط خاصة هي مهمة جدا لداعش نعم يسون مساء الخير بدأت عمليات تطهير البادية الشرقية وأيضا منطقة اللجاة من قبل فصال الجيش الحر المتمثلة بجيش العشار والرويت الشهيد أحمد العبدو تمكنت الأمس فصال الجيش الأحرار العشار من السيطرة على منطقة حوش حماد هذه المنطقة الاستراتيجية شرق اللجاة المنطقة معروفة بشدة وعورتها هذه المنطقة كبدت التنظيم خسار كبيرة حيث كانت هي مركز عمليات لهذا التنظيم الإرهابي في الجنوب السوري وخط امداد عسكري أيضا لتنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك بالإضافة إلى خط امداد مالي للتنظيم في منطقة حوض اليارموك اليوم التنظيم بدأ ينهار بعد توجيه ضربات قاسية له بعدة نقاط في محافظة درعة وأيضا في البادية السورية مما دفعوا إلى التراجع إلى محافظة الرقة أو ربما إلى بير القصبة التي بدأت جيش الحر اليوم يجهز لها عمليات حول أهمية حوش حماد وكيف تم السلطر عليها معي هنا أبو حاتم المساعد القائد القطاع الجنوبي لجيش أحرار العشار مرحبا بك أبو حاتم كيف تمت عملية السلطر عليها حوش حماد وما هي الأهمية الاستراتيجية لها أهلا وسهلا بك احنا بعد ضربات قاسية وجناها للنظام للتنظيم في الحماد الشرقي في معركة سرجنا الجياد قام التنظيم ينهار وينسحب يمن رقة وقمنا بتنسيق مع مجموعة بداخل حوش حماد وقمنا بالسيطرة كاملة على حوش حماد ووجهنا صعوبات من الألغام والتشريك والتفخيف والتفخيخ وانسحب التنظيم من بير قصب وما زالت المعارك قائمة على بير قصب حتى تطهير الحماد من داعش كامل طيب أبو حاتم ما هي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة حوش حماد ما هذا كانت تعني للتنظيم وما هي أهميتها لكم اليوم حوش حماد هو المعقل الرئيسي للتنظيم هو صلة الوصل بين الشرق والغرب لحوظة اليرموك إمداد الآن سيطرنا على حوش حماد قطعنا الإمداد المالي والعسكري عن حوظة اليرموك وحوش حماد هو المنطقة الاستراتيجية صارت تحت مرمانة مثل مطار خلخلة أسح تحت مرمى الجيش الحر طيب أبو حاتم اليوم هناك معارك في الحماد الشامي تأخذونه هذا التنظيم داعش بالإضافة إلى معارك منطقة اللجاء هل هناك انهيارات فعلية للتنظيم كيف يلجأ التنظيم إلى أو كيف تطلعنا على كيف هي مجرات المعارك في المنطقة البادية التنظيم أصبح ينهار بعد ضربات الحماد في معاركة السرجن الجياد التنظيم ينهار وينسحب يم الرقة يعني إن شاء الله أنه تطهير الجنوب السوري كامل من التنظيم الهلابي داعش شكرا أبو حاتم أقول إليك ميسون كما سمعت هناك عمليات عسكرية كبيرة ضد تنظيم داعش في الجنوب السوري ولسيما في البادية الشامية تهدف هذه المعارك إلى تطهير كامل النقاط التي كان يستطيع عليها التنظيم ولسيما شرق السويداء وأيضا شرق محافظة درعا في منطقة اللجاء منطقة حوش حماد كان التنظيم دائما يسعى إلى أن يسيطر على منطقة اللجاء هذه المنطقة الاستراتيجية بهدف التغلغل في الجنوب السوري اليوم باتت التنظيم في منطقة حوض اليارموك معزول نهائيا لا يوجد له طرق إمداد عسكرية ولا يوجد طرق إمداد مالية بعد سيطرة قوات المعارضة وجيش الحر على منطقة حوش حماد شكرا جزيلا لك مرسلنا على هذه المعلومات محمد الحوراني شكرا لضيفك الكريم سيد أبو حاتم قائد الجبهة الجنوبية